اشتركوا في القناة تصرنا بين المطرقة والسندان ما بين الرجل القائم مقام وما بين المواطن القائم مقام يحاول يطلع بحلول مناسبة ما بين صاحب المولد والمواطن حتى نعيش عيشة شوية مثل هالدول طبعا قلت تجهيز الطاقة الكهربائية لا يقفى على جميع محافظات العراقية تعاني من هذا الخلل هو تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية وصلاح الدين من ضمن هاي المحافظات اللي يتعاني معانات كبيرة بهاي الأيام وخاصة في فصل الشتاء هناك نازحين هناك معانات هناك بناء تحتية غير مجهزة فنحتاج إلى الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين يجب أن ندعم الطاقة الكهربائية يجب أن يكون تجهيز من الحكومة المركزية إلى حكومة المحافظة بالطاقة الكهربائية لتكون ساعات كافية لتجهيز المواطن في المحافظة وبنفس الوقت أصحاب المولدات يعانون من قلة تجهيز مادة القاز مادة القاز أصبحت الآن في صلاح الدين سعر البرميل إلى 150 ألف دينار فهذه معانات يعاني منها أصحاب المولدات والمواطن يعاني من تجهيز الطاقة الكهربائية الوطنية فالمواطن الآن أصبح معدوم الكهرباء ساعات التجهيز قليلة جداً فقط على أصحاب المهلدات الأهلية فنطالب الحكومة المركزية بتجهيز مادة القاز إلى حكومة المحافظة وزيادة تجهيز الطاقة الكهربائية لمحافظة صلاح الدين حتى ينتعش المواطن في المحافظة أريد كهرباء؟ لا كهرباء لا بصلاح الدين ولا بقضاء بلد ولا بني حاجة السريب كل كهرباء ماكو كل هالساعة المولدات ما تجعشوا كهرباء أبو المولد شين ينذب والمواطن شين يدفع لها 10 ألف أو 15 ألف مبير شين يدفع لها بنعمي؟ أريد كهرباء من يزير كهرباء يفرنا كهرباء وإحنا في 2022 والعالم ستلقى ورح نتجع نفط للأسفل الناشي يزير كهرباء ورئيس الوزراء المحترم هل من المعقول دولة باسم العراق تكون عاجزة عن توفير أبسط مقاومات العيش وهو الكهرباء؟ دولة يعني عظمة حاليا نفصل الشتاء وجاي نعاني ما نعاني من كدرة انقطاعات الكهرباء ما أعرف في الحال بالصيب شون راح يكون وخاصة يعني مثل تعرفون هنا الكهرباء أصبحت بديلة لخاصة العوالي المتعففة الفقيرة اللي ما قدرة تحصل على حصتهم للنفط تضطر أن شنو تروح شغل متفئ الكهربائي أوكي استهلاك هوايا بس الناس مجبورة على هذا الشي الناشط كافة المسؤولين عن ضرورة الاهتمام بهذا القطاع وتوفير الكهرباء وخاصة في الأيام اللي سوف تأتي اللي هو فصل الصيف طبعا للأسف اليوم وإحنا في عام 2022 كلما نتأمل الحكومة توفر خدمات لقضاء الدجيل يعني الوضع يصير إلى الأسوأ يعني أبسط شي اليوم إحنا عدنا موضوع الكهرباء يعني إحنا في عام 2022 وكهرباء ما موجودة عدنا ساعات انقطاع طويلة ما نعرف الأسواب ليش يعني احنا كل ما نقول التقدم الوضع شو الوضع قاعد يسيء أكثر والفغير قاعد يدفع ضريبة هاي السياسات الحكومية يعني يعني احنا هسا حاليا بفصل الشتاء وكهرباء ما موجودة والأمبير يصل لسعره لـ 18 ألف دي نهار زيان طيب الصيف شلون لعد راح ندبر أمورنا فعلى الحكومة انه تجد حل لأزمة الكهرباء وتضع حلول إلها قبل بداء موسم الصيف لأن قلت لك اليوم احنا في فصل الشتاء وقاعد نعاني من أبسط الخدمات موافية مقدمة الكهرباء وعدنا اليوم فقراء هواي بقضاء الدجيل لا يستطيعون دفع أجور المولد لأن المولد اليوم الأمبير الواحد صار بـ 17 ألف بـ 18 ألف وتجي تسأل أبو المولد يقول لك والله ها قاز الدولة ما تنطيني فهذه كل هذه أسباب هي المواطن قاعد يدفع ضريبتها ولذلك نناشد دولة رئيس الوزراء والحكومة المركزية بوضع حلول جذرية لهذه الأزمة من أجل قضاء الدجيل ومن أجل المواطنين أن يتمتعون بكهرباء جيدة طبعاً انقطاع تاريك كهربائي خاصة مستمر دائماً لساعات كثيرة وخاصة في فصل الشتاء طبعاً كثير من العوال الفقيرة تعاني من انقطاع تاريك كهربائي ولسيما اليوم المولد الأنبير الواحد يصل إلى 18 ألف يقوم 18 ألف لكن تدري بوقت الشتاء وانقطاع الكثير هذا الصيف كيف لون؟ اليوم نحن في قضاء الدجيل نعاني من انقطاع التيار الكهربائي في الشتاء نستخدم لازم المدافع ونفط ماك فيجب أن نستخدم الصوبات الكهربائية ونحن كأصحاب مصالح يعني نعاني هواية من انقطاع التيار الكهربائي يعني أكثر أشغانة على المكاين يعني المكينة الكهربائية أنت ما تقدر تسحب مثلاً فد 20 أمبير ده شغل المكينة الكهربائية يعني أنت شغلك منها زائداً الأسعار منها بدأت تسعد زائداً انقطاع التيار الكهربائي يعني أصبح المواطن يعني محمل يعني فيما فيه الكفاية واليوم وصل سعر الأمبير إلى 15 في فصل الشتاء يعني فإذا جاء فصل الصيف يعني شون ما أعرف ما أفتهم يعني إحنا نطالب الحكومة أنه تتعاقدوا بي شركات أجنبية لحل هذه الأزمة يعني هذه الأزمة لازم تشوفوا لها حل يعني في فصل الشتاء 15 فكيف في فصل الصيف والمواطن يعني بسبب ارتفاع الدولار أصبح يعني لا شيء لا يأوي لا قوت لا يعني